شكرا شكرا تعالشنا المثارة عجب الى بشكل معه اقي اختيتنا انتركوا اقي انعنوا اذا كنت اختيت انتركوا اقعد اختيتنا انا طرق اما قاسم انتركوا امام المثار يشوفه أيضا أنه ليس كمس مدرسة بالنسبة ليس كمس مدرسة. إنه أيضا كمس مدرسة في الوصول على الجهاز على مدرسة. كمس مدرسة في العالم يعتقد أن يكون مدرسة بشكل مدرسة. أو أصبحت مدرسة أصبحت مدرسة في الآخر. يشوق النار على المقارب الصغيرة هadece المقارب وكفتاً مستعدة ومقابلات موجودة ومقابلات المقارب الهدفة كمدّن الهدفة العامانات المالية والمقارب الهدف آنك امراسك في العنب العامين وهذا تتجار العامي يوجد العامات المقارب المولدية والمقارب الأحد الثاني الكامل المقاربه وهذا أيضاً مثل عاما think atletico Madrid إنه نوع مدرسي. إنه جيداً للميارات الناس مدرسيين وفي المدرسيين ومن المعروفات كذلك هو كبير الطيب بإمكاني مدرسيين بإمكاني مدرسيين التحديد من تكتلقية ومع ذلك. أنا فقط محباً ومعنى أن أكون مؤمنًا لأنني أصدقائي. لأنني أصدقائي. سيدك في تلك المشاكل. لديك الكثير من المشاكل في المنزل في حالة يوميا في رمضان. سيدك في تلك المشاكل في تلك المشاكل. أصدقائي في تلك المشاكل. أعتقد أنه يتحدث معك. نحن بأمانا. نحن بشكل محباً في هذا المشاكل. لكننا علينا التعرف معه. أصدقائي المشاكل. إنها أصدقائي المشاكل. علينا نسلقها. لا نحن أن أحبك أن نقسك في شيء. ولكننا لدينا الكثير من المشاكل. فتحية محباً فينا على نفسنا. ولكن إذا كان المريض يحصل، سبب كل شيئا. كذلك، لقد تحصلنا على المعين المعيناء في الأسفل على الإخوة ليس لدينا المقابلة في المقابلة. لكن بعض الأشياء يحدثون عن طريق أشياء. نعلمنا وهم يتحفيوننا. يقولوننا عندما نكون هذا المبعب المعينة. نكون سوف يكون هذا المعينة. نعمنا كذلك. نعمل جيدا وعين نعلم. والفتراتي هي مرحلة. نحن نجرب على المعينة للجمعناة. يجب أن نتعامل لأفريكا لأفريكا لدينا الكثير من أفريكا ولكنه لا يوجد لن نتعامل ونحن نتعامل ذلك شكرا يا سيد بيتسو موسماني لأنك هنا في هذا مرحب شكرا هذا طبعا كان حوارنا مع المدير الفني الفريق الأول لقرة القدم بنادي الأهلي يمكن تكلمنا معاه عن حضوره وتصميمه على حضوره النهاردة على الرغم من المتشاط وعلى الرغم من ازدحام المتشاط هو قال قد إيه النهاردة الحدث بيدل على أن الأهلي كبير مش بس بجمهوره ولكن بالقائمين عليه كمان اتكلم عن أنه هو بيأمل أنه هو يشوف أستاذ النادي الأهلي أستاذ كبير جدا بيتكلم عنه كل العالم زي أستاذات كبيرة في العالم وفي أوروبا كمان اتكلم أن النادي الأهلي لما اتكلمت معاه عن تصميمه أنه هو يكون موجود هنا هو شايف أنه على الرغم من كل المسئولية الكبيرة اللي عليه ولكن تصميمه أنه هو يكون هنا النهاردة ده كان من نسباله يعني همية كبيرة جدا أنه هو يكون موجود هنا تكلم كمان عن كلمة كابتن محمود الخطيب كمان تكلم شايف أن النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي لازم تكون فخورة بوجود كابتن محمود الخطيب لأنه هو فعلا يعني يمشي خطوات كتير جدا وتكلم كمان عن الدولة أنه يمشي خطوات كتير جدا في تحقيق هذا الحلم بشكركم جدا لعودة للستوديو مرة أخرى شكرا جزيلا يا مارك